أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسية يانس ستولتنبرغ بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن العالمي مؤكدا مواصلة العمل على تزيز دفاعات الحلف على المدى البعيد لمواجهة الواقع الأمني الجديد وفي بين مشترك لقادة الحلف عقب اجتماعهم في بروكسل شدد ستولتنبرغ على ضرورة ضمان ألا يتحول الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحرب عالمية لافتا إلى أن أي استخدام الأسلحة الكيميائية سوف يغير من طبيعة النزاع في أوكرانيا وسوف تكون له تبعات واسعة نطاق هناك مائة ألف جندي أمريكي يدعمون جهود الناتو وحلفاءنا الأوروبيين أيضا تقدموا فعندنا أربعون ألف من القوات تحت إمرة الناتو مباشرة في الجانب الشرقي وتدعمهم قوات بحرية وجوية كبرى بما في ذلك قوات لم نسبق تواجدها سابقا من أعالي الشمال إلى المتوسط ونحن الآن نعزز دفاعاتنا على المدى البعيد لنواجه واقعا أمنيا جديدا وعلى الأرض سيكون عندنا قوات أكثر بكثير في الجانب الشرقي للتحالف وهبة عالية بمعدات جاهزة وتزويد أكبر أما في الجو فسنحرك طائرات نفاتة أكثر وندعم دفاعاتنا الجوية والبرية